القيادة الأمريكية في أفريقيا لأفريكم أعلنت عن قتل ثمانية من أفراد تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية بطائرة مسيرة بالقرب من مدينة مرزق جنوب ليبيا الجنرال ستيفن تاونسيند قائد قوات أفريكم قال في بيان إن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا نفذت هذه الضربة الجوية للقضاء على القادة والمقاتلين وتعطيل النشاط الإرهابية وأكد أيضا أن الولايات المتحدة لن تسمح للإرهابيين باستغلال النزاع الحالي في ليبيا كنوع من الحماية ونوه المسؤول الأمريكي بأن الضربات ستستمر بالتعاون مع شركائه الليبيين لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا وشدد البيان على أن أفريكم تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعطيل تنظيمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتعد هذه أول غارة جوية أمريكية في ليبيا منذ 29 نوفمبر 2018 وفقا للقيادة الأمريكية في أفريقيا واستغلت تنظيم الإرهابية الصحراء الشاسعة في الجنوب الليبي في محاولة لترسيخ وجوده خاصة في سلسلة جبال الهاروج الصحراوية وفق باحثين الممتدة طبعا لأكثر من 200 كم بالقرب من مثلث زلة والجفرة وهن وسط ليبيا وذلك لصعوبة السيطرة الأمنية عليها ووعرة الدروب فيها